وفي سوق المال حيث سجلت مؤشرات البرصة المصرية صعودا جماعيا بختام تعاملات جلسة اليوم بداية من جلسة الأسبوع وسجل رأس المال السوقي مستوى 823.9 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 12.100% ليغلق عند مستوى 12.531 نقطة كما صعدت أو صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 84.100% ليغلق عند مستوى 2480 نقاط وارتفع أيضا مؤشر EGX100 بنسبة 57.100% ليغلق عند مستوى 3500 نقطتين